التحالف العربي أمنية عقود تحولت إلى حقيقة في أيام وبميلاده عادت أحلام إيران إلى سراديب الأوهام وبات على الفرس العودة لخرافة الانتظار الطويل دون جدوى عودة إمام غائب أو استعادة مجد ثارسي لن يعود لم تكن لحظة ميلاد التحالف العربي لحظة عادية في حاضر الأمة العربية بل كانت لحظة تحول في مسار أمة بات دمها أرخص الدماء وباتت أراضيها وسيلة ترضية تعرض على رصيف المصالح الدولية في مفاوضة البرنامج النووي الإيراني أو التوسع الاستيطاني الإسرائيلي قلب ميلاد التحالف العربي الطاولة وأعاد ترتيب الأوراق في رسالة واضحة مفادها ليست أراضينا تركث رجل مريض ولن نكون مجرد ورقة في مفاوضات وضع التحالف أقدام العربي على بداية طريق دفاع جاد تخشى إيران أن يتحول إلى هجوم يعيد للعرب كل حقوقهم ويوقف تدخلات إيران في كل رقعة عربية أرغم التحالف إيران على كشف وجهها المختبئ خلف عملائها العرب المتشبعين بطائفيتها فخرجت تصريحة قادتها للعلن تتحدث عن اليمن وكأنها إحدى ضواحي طهران في انفلات اللاد بنواسي يوحي بمدى الهزة التي أحدثها التحالف بالإيرانيين وحين خشيت طهران سقوطت دعاءاتها للقوة حاولت أن تختال في المحيط باستعراض بارجاتها وفي الجو بإرسال طائراتها ولو تحت غطاء المساعدات غير أنها في الحالين وجدت ردا أرغمها على ترك الاستعراض والبحث عن مدخل يقود لطاولات مفاضات عربية إيرانية تحت أي مسمى وبأي غطاء نقل التحالف العرب من أصفار على الشمال إلى يمين الفاعلية الموجودة على الأرض المتحدثة بذات اللهجة التي يفهمها الخصم ومع بزوغ التحالف ذهبت إيران يمنة ويسرى تبحث عن تحالفات جديدة تقوي بها موقفها في مواجهة تحالف عربي يدرك الإيرانيون جيدا أن ما بعده لن يكون كالحال قبله لم يعد خافيا على أحد إذن أن التحالف العربي قد غير المعادلة على الأرض اليمنية وتلك حقيقة تدركها إيران جيدا غير أن ما يخوض فيه محللون يدور حول مدى التغيير المؤكد الذي سيحدثه التحالف في حاضر ومستقبل المنطقة ككل وتلك هي الدوامة التي لم ولن يخرج منها الإيرانيون